الراديو 9090 هواها مصري بأيدي مبللة عدم الوقوف على أرض مبللة أثناء استخدام أي جهاز كهرباء أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهرباء لازم عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي تماما وتنبيههم تنبيهات شديدة جدا 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 عدم تحميل أي مخرج كهرباء بعدد كبير من الأجهزة مما يؤدي إلى سخونة في المفاتيح والتوصيلات الكهربائية خلي بقالكم يا جماعة موضوع المشترك اللي كلنا أكيد ما منستطعناش عنه بيقال أنه كرسى والتحميل عليه بسبب مصائب عند تلف أحد مخارج الكهرباء يرعى الإصلاح الفوري بحد مختص بلاش نحن نفتي التأكد من فصل جميع الأجهزة الكهربائية الغير مستخدمة في المطبخ أو الحمام عند الاستهاء انت آسف انتهاء من استعمالها عدم لمس الهيكل المعدني لأي جهاز كهرباء هو فضل تشغيل إزالة الدهون المتركمة على مروحة الشفط وعدم تركها تعمل لفترات طويلة وتأكد من إغلاقها قبل النوم عند انبعاث رائحة حريق أو تصعد أدخنة أو صدور أي شرر من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية يجب فصل الطيار فورا عند استعمال سخان الماء داخل المنزل يجب التأكد من سلامة ثيرمستات وأجهزة المنظم أو جهاز المنظم وصمام الأمان ولنبة البيان وخلافه ودرجة الحرارة التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بيك بتحمل ملصق يؤكد أنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية الموضوع ده مهم جدا لأن زي ما حباركوا شايفين بدون ذكرى أسامي في مليئة نسمع الناس توفد بسبب موضوع الحرارة ده وبسبب الدفاية وخلافه